اقتحام للمسجد الأقصى خلال الآوانات الأخيرة وتدنيس المسجد الأقصى كما شاهدنا في رمضان وفي أيام الاعتكاف تدنيس فعلي ودخول باحات الأقصى وصحن المسجد الأقصى هل هذا يعقل وهناك 2 مليار مسلم وقيوش للعرب وحكام العرب وبين ظهورهم درسومة تسمى الكيان الصهيوني هذا الكيان جاء بعد حربين عالميتين وعندما أنشئ هذا الكيان لم ينشئ كما يدعون أرض الميعاد وأرض الأجداد هذه الدباجات كما يقول ديفيد وايز وكما قال عبدالوهاب المسيح من قبل رحمه الله قال هذه الدباجات اللي يكذبون عند أرض الميعاد وأرض دي ما علاقتهم بين إسرائيل هؤلاء أخي ليس لهم علاقة بين إسرائيل هؤلاء من يهود الخزر دهلوا في الديانة اليهودية وكانوا وثنيين إذن ديانة غير صادقين وليس لهم لك فلسطين لكن هذه الدولة اللي قامت على استعمار لمنع وحدة إسلامية للتخلص من اليهود وأمور كثيرة كان سببها إنشاء هذا الكيام من كيمة الغرب هذا الغرب عندما أنشى هذا الكيام حتى يحميه أنشى أنظمة وظيفية محيطة به الآن بعد التفاقي الساسبيكو السارريمو وضع عبارة عن حراس على هذه الدول ليحموا هذا الكيام ولهذا يكون نتنياهو من أيام يقول أقول للعرب إذا ذهبنا ستذهب معنا اشتركوا في القناة